وزير الدولة الإعلام كما ذكر سيادة مشار دكتور حنفي علي جبالي رئيس المجلس إنه مماطلة ومضيعة للوقت ما يقوم به وزير الدولة للإعلام هكذا قال رجل محترم رئيس مجلس النواب في كلمته المهمة النهاردة والتفويض اللي تم لهيئة مكتب المجلس برئاسة مشار حنفي جبالي لتحديد موعد للسجواب وزير الدولة للإعلام بنانا على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى وطبعا هيتم تحديد الموعد من خلال هيئة المكتب كانت طبعا اللجنة لجنة ثقافة الإعلام وجهت اتهامات لوزير الدولة الإعلام منها الجمع بين منصبي وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة شركة مصرية لإنتاج الإعلامي وعضو منتدم وقال إنه ده مخالفة ده رقم واحد اللجنة طلبت الحكومة الإتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين إنه قالت الحكومة ينفعش يجمع بين منصبين اللجنة قالت شان اللي بقول إنه وزير الدولة حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 أشهر منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها اللجنة قالت أنه هناك الصدام نتج عنهم في صام بين وزير الدولة والصحفين والإعلامين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته ألت استغلتها القنوات المعادية زريعة للهجوم على إعلام الدولة المصرية أوصت اللجنة أنه الدولة تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ولا بد من خطة محددة لتسويات ديون الهياتين الوطني كذا وكذا وكذا اللجنة أكدت غياب التنسيق بين وزير الدولة والهياتين الوطنيتين للصحف والإعلام لتطوير شبكات كذا وكذا وكذا أنه عدم وجود أي خطة لتوعية المواطن هناك قصور شديد في إبراز إنجازات الدولة من جانب وزير الدولة للإعلام أنه وزير الدولة للإعلام ذكر تصرحات كثيرة وهي تصرحات لم تكن إيجابية وليست في صالح الدولة وأعلامها أو حتى بعض الملفات الخاصة بمفاوضات في بعض القضايا المهمة أنه غياب وزير الدولة أو غياب دور وزير الدولة فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد لمجابات الفكر المتطرف وغياب دور وزير الدولة فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات ده جزء من تقرير لجنة الثقافة والإعلام ضد وزير الدولة اللي هو للإعلام اللي تم تقديم السجواب النهاردة ويتم تحديد موعد في وقت سابق هل سيذهب أم سيعتزل يعني هل وزير دولة الإعلام هيروح البرلمان أم يستبق ذهابه إلى البرلمان بتقديم الاستقالة أنهي فيهم يروح البرلمان ولا الاستقالة مين قبل التانية؟ الاستقالة ولا الاستجواب؟ استجواب حكاية ثاني بقول حكاية 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 يعني ده هتبقى ليلة في البرلمان ليلة ليلة مشهودة بالمناسبة إذا حصل استجواب وراح الوزير البرلمان مش بخوفه بس بقوله لازم يروح هو عارف لازم يروح يرد فإما استقالة يا إما مواجهة وتوضيح ما جايز يكون بريء جايز يكون موظفه صح جايز مش ممكن وارد أي حاجة وردة بس يروح يعني يروح يقول ده ويقدم ده للبرلمان ويبرأ ساحته قد يحدث استقالة أمس جواب